صباح الخير يا مغرب ماذا يحدث داخل حزب الأصالة والمعاصرة المساهم في قيادة الحكومة المغربية هل هي فعلا فضيحة أبو الغالي أم أنه مسلسل المنصوري داخل حزب كان يفترض أن يقود المشهد السياسي ويساهم في إغنائه وتطويره ما يعيشه البام اليوم فيه تأثيرات كبيرة ومتداخلة بغض النظر عما يقع داخل الحزب من صراعات يقال عنها أنها داخلية ويتم فيها تبادل الاتهامات بين طيارات يبدو أنها واضحة إلا أن ما يحدث داخل حزب يمثل المغرب وصورته ويقود حكومته لا يشرف المشهد السياسي في نهاية المطاف قد تتهم فاطم الزهر المنصوري وقيادتها الحالية أبو الغالي بالفساد والنصب والإحتيال واستخدم هذه الاتهامات فالقول ماجح والبسيط هنا يقول لا حق لحزب في أن يكيف الاتهامات وأن يدين الأشخاص خصوصا بالنصب والإحتيال فهذا اختصاص أصيل للمؤسسة القضائية وللأجهزة الأمنية أما أبو الغالي المتهم اليوم في شرفه وأخلاقه ومصاره السياسي فهو أمام اختبار حقيقي لكشف الحقيقة حتى وإن كانت على حساب حزب سياسي لم يبرأ بعد من فضيحة إسكوبار وملفات متعددة سقطت فيها أسماء ومموز للحزب اتهمت بالفساد هي ربما فرصة اليوم من أجل مراجعة هذا الحزب سواء من أجل الانطلاق به إلى نموذج سياسي اجتماعي حقيقي أو ربما التخلي عن تجربة كانت طموحة وربما ملهمة وأصبحت اليوم مقلقة ومؤلمة ختما هذا كريم حضري يحييكم أطيب المنى وإلى المرتقل